اهلا بكم إلى هذه النشرة من التليفزيون العربي في لندن وهذه التغطية الخاصة للأوضاع في حلب قالت فصائل المعارضة السورية أن قوات النظام والميليشيات المتحالفة معها قصفت بعشرات القضائف الساروخية حيا المشهد وصلاح الدين شرقية حلم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرح من المدنيين في خرق الاتفاق وقف يطلق النار المبرم أمس وشهدت المدينة عقب ذلك اشتباكات بين فصائل المعارضة وقوات النظام والميليشيات المتحالفة معها وسط قصف للطائرات الحربية استهدف حياء الانصار والمشهد وسيف الدولة والسكر شرقية حلب وفي سياق متصلة كدت مصادر محلية أن الدفعة الأولى التي كان من المقرر أن تخرج فجر اليوم من المناطق المحاصرة في حلب تم منعها من الخروج من قبل الميليشيات المتحالفة مع قوات النظام عشرون حافلة خاوية تنتظر على أطراف آخر جزء محاصر من مدينة حلب كيلومتر مربع يتكدس فيه نحو ثمانين ألف مدني وعدد قليل من المقاتلين الجيش الروسي يقول أن ستة ألف مدني غادروا المنطقة المحاصرة دون أن تؤكد ذلك جهة أخرى أو محايدة أما المعارضة السورية فتقول أن إجلاء المدنيين والمقاتلين سيتأخر إلى يوم الخميس على أفضل التقديرات وتتضارب الأخبار بشأن السبب في ذلك وإن رجحت مصادر غربية أن ميليشيات أجنبية موالية لنظام الأسد تعرقل العملية وزير الخارجية الفرنسي جام مارك إيرو كان أولى المعلقين على الوضع وشدد على رغبة المجتمع الدولي في وجود مراقبين من الأمم المتحدة لإدارة العملية سمعنا عن اتفاق بين الحكومة التركية والنظام بضمان روسي لكن في الواقع هناك تشويش تام يمكنكم أن تروه وما تسأل عنه فرنسا وهو بحاجة إلى أن يكون دقيقا يتعلق بمسألة وجود مراقبين أمميين على الأرض لضمان عملية الإخلاء والتي تشكل أولوية بالنسبة للسكان المدنيين وحتى لا يذبح المقاتلون حتى الآن نحن بحاجة لمراقبين وإيضا إلى منظمات إنسانية دولية مثل الصليب الأحمر واليونسيف تكون قادرة على التدخل لأن هناك مأساة إنسانية مخزية تجري هناك أما الأمم المتحدة فتقول إنها لا تشارك في خطط الإجلاء لكنها مستعدة للمساعدة في ذلك وبينما تخوض القوى الإقليمية والدولية جدلا بخصوص عملية الإجلاء أكد شهود عيان أن بعض الأهالي في حلب بدأوا في حرق ممتلكاتهم الشخصية خشية تعرضها للسلب من قوات النظام والميليشيات الموالية له وللمزيد معنا من داخل حلب الناشطة الإعلامي معاذ شامي معاذ لو تضعنا في صورة آخر التطورات خلال الساعات الباضية في الأحياء المحاصرة في حلب نعم حياكم الله طبعا بداية الحديث على الإعلام ربما على غالبية القنوات الإعلامية كما نشاهد أن الهدنة لا تزال مستمرة وهناك عمليات إجلاء دعم كل ذات مدني واحد لم يخرج أي جريح ولا أي مدني بل بدأ القصف منذ فجر هذا اليوم من الساعة العاشرة صباحا بدأ القصف براجمات الصواريخ والقذائف المدفعية التي تركزت على حي المشهد وحي الأنصاري وهناك شهداء وجرح الآن في المراكز الطبية البسيطة داخل أحياء حلب الشرقية نتحدث اليوم عن 100 ألف محاصر يتعرضون للقصف دعني بس أبعك في صورة ما يحصل الآن منذ خمسة دقائق فقط قبل أن أحدثكم عن هذه المداخلة كان هناك صاروخين يحوين على قناب العنقودية من غارة حربية تركزت على حي الأنصاري قبلها بقليل كانت هناك أربعة غارات بصواريخ فراغية قبلها بقليل أيضا هناك صواريخ تحمل رؤوس عنقودية تساقط أيضا على منازل سكنية أسفرت عن شهداء وجرحة عن أي هدنة يتحدثون والهدنة عرقلتها الميليشيات الإيرانية بخلافها مع الروس الاتفاق هو روسي تركي عرقلته الميليشيات الإيرانية منذ ليلة أمس الميليشيات الإيرانية وضعت شروط لخروج جرحة من الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف إدلب شارطت على أن يخرج جرحة من كفريا والفوعة مقابل خروج الجرحة والمدنيين من أحياء حلب الشرقية وهناك خلاف كبير كما وصلنا من المتفاوضين مع الروس أن هناك خلافات كبيرة بين الروس والإيرانيين على ذلك الملف وحتى هذه اللحظة تجري مفاوضات فيما بينهم لكن أؤكد لكم ليس هناك أي هدنة في اللحظات التي تحدثك بها الآن ومنذ أربعة أو خمسة ساعات ولم يتم إجلاء مدني واحد مصادر روسية تحدثت عن أن خمسة عشر ألف مدني وأربعة آلاف عسكري عبروا عن استعدادهم للخروج من حلب ما صحة هذه المعلومات؟ بس لو تعد عليه السؤال هناك مصادر روسية تحدثت عن وجود ما يقارب خمسة عشر ألف مدني وحوالي أربعة آلاف من المقاتلين عبروا عن استعدادهم للمغادرة ما صحة هذه المعلومات؟ صحيحة نعم صحيحة صراحة اليوم نحن لسنا فرحين بما يحل في حلب أنه سيخرج المدني من حلب أو سيخرج نعم نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالناشطة الأعلامي معاذ الشامي كان معنا من حلب وينضم إلينا الآن من الرحلية الخبير والعسكرية ديب العليوي مرحبا بك سيد العليوي الرئيس ومعنا أيضا من العاصمة الأردنية عمان الباحث الأكاديمي هشام عياصرة مرحبا بكم إذن سيد عليوي لاظروف صرح بأن مقاومة المعارضة المسلحة ستنتهي خلال يوم أو يومين ما فرص صمود المقاتلين الآن في الأحياء المحاصرة وما هي السيناريوات المفترضة مع ما يحصل الآن من سيطرة النظام والميليشيات المؤيدة وتضييق الخناق على الأحياء المحاصرة تحية لكم سيد الكريم حقيقة قبل أن يصرح لاظروف بهذا الكلام وبعد أن بدأت بوادر أو أقول تسريبات تقول أن هناك اتفاق روسي برعاية تركية وضمانة روسية لخروج المدني والمقاتلين من حلب الشرقية وما تبقى من الأحياء المحاصرة في مدينة حلب أصر الفصائل المقاومة المتواجدة في داخل حلب المحررة والمتواجدين الآن على أن لا يتركوا نقاط الرباط على أن يكونوا حذرين لأنهم يعلمون أن حقيقة الميليشيات الشيعية والإيرانيين المتواجدة حول مدينة حلب لا عادلها ولا مثاق وأيضا روسيا لا عادلها ولا مثاق يعني بمعنى تنقض الهدنة في أكثر من مرة هم والميليشيات الإيرانية والنظام في أكثر من هدنة كانوا ينقضونها وبالتالي هم حافظوا على نقاط رباطهم مع الميليشيات الروسية وقوات النظام المتواجدة حاولوا أن يكونوا يقضين إلى أبعد درجة حتى في نقاط التي حددت لخروج المدني وخروج الجرحة الدفع الأولى من الجرحة على أساس أن يكون هناك خروج للجرحة وكان ساعة الصفر في الساعة الخمسة صباحا من هذا اليوم يعني صباح هذا اليوم لكن الحقيقة يعلم الجميع أن لا عاد ولا مثاق لها للقوات الإيرانية والميليشيات ولا للنظام ولا حتى لروسيا وبالتالي حضوض المقاتلين اليوم لا خير أمامهم يعني الآن سيقاتلون أعتقد بشراسة شديدة أنا فقط أطلع فقط إذا كان هناك إمكانية لحفرهم بعض الخنادق الدفاع السلبي أعتقد أنه ستؤخذ في تقدم القوات البرية الإيرانية والقوات النظام ولكن هذا لا يغني عن أن هناك قصف جوي شديد يجب أن يكون هناك أيضا إذا استطاعوا أو إذا كان لديهم من الأنفاق ما يحميهم يمكن أن يكون هناك صمود أكبر لا أعتقد أن يومين أو ثلاثة تكفي لمجموعة من المقاتلين سيستشرسون في الدفاع عن بلدهم ابقى معنا سيد عليوي وأنتقل الآن إلى سيد هشام إذن لم يعد هناك شيء يخفون عليه أنتقل إلى سيد هشام عيسر من عمان إذن غياب الولايات المتحدة عن هذا الاتفاق الذي أبرم بين تركيا وروسيا فقط ألم يؤثر برأيك على صلابة هذا الاتفاق والدليل أن الهدنة سقطت في ساعاتها الأولى وتم استأنف القصف أول شيء يعطيكم العافية جميعا على هذه التغطية المستمرة لتغطية الأحداث في حلب الدليل على أنه يوجد هناك تربص في المجاهدين المقاومة في حلب أن هذه الهدنة لا تستمر وأن روسيا لا تستطيع أن تجبر القوات العصابات الإيرانية على الطاولة والحوار واتفاق الهدنة أو الالتزام ببنود هذا الاتفاق وهذا يدل على أن روسيا أصلا متواطئة هي والعصابات الإيرانية أيضا في التربص للوقوحها ولا في الفخ الهدنة الهدنة غير جدية لو كانت جدية لا وافقوا على المدنيين لا وافقوا على المندبين من العالم أو أمميين بشاهدوا عملية الهدنة أو عملية خراج الآمنين أو خراج آمن لهم فوق ما بدك تطردهم من أرضهم ما فيه مخرج آمن ما فيه رقابة ما فيه شهادة دولية على هذا الحدث ما يحدث هي مجزرة حقيقية في تاريخ البشر وهذا يستدعي أن كل جميع مواطنين الوطن العربي أن يتحركوا مثل ما تحركت بعض من الشعوب المبارح واليوم أمام السفارات للاحتجاج على روسيا وعلى إيران وعلى هذا الاحتلال لبلد السوري البلد الطيب البلد الذي عانى خلال الخمس ست سنوات السابقة كل أبشع أنواع المجازر في تاريخ البشر وتاريخ الشعوب المقاومة صعب أن تترك هيك وتطلع من حلب بهذه السهولة لأن هذه أرضها وتدافع عنها ولا يوجد هناك ثقة في هذه العصابات والميليشيات التي تقاتل كل ما هو أخضر ويابس التي تحرق الأرض المحرقة والمجازر المستمرة فيها شتى أنحاء حلب ما فيه ممرات آمنة ما فيه هدنة حقيقية وما فيه استعداد واضح هذه عبارة عن تفريغ لحلب وقتلها والتربص فيه المجاهدين والمقاومة فيها طيب بالحديث عن الدور الروسي الجميع يقول أن روسيا هي صاحبة الكلمة الفصل على الأقل فيما يتعلق بالصف المساند للنظام السوري هي اليوم توقع على هدنة وحديث عن أن ما يسمى بالميليشيات الطائفية هي التي أفشرت هذه الهدنة كيف تقرأ هذا الموقف الروسي بالنهاية هي غير قادرة على تنفيذ الاتفاق الذي وقعت عليه طبعا هي غير قادرة لأنها ليست على الأرض ولكن هذه قراءة سطحية هي الروس يتحججون في هذه الميليشيات حتى يخففوا العبئ الدولي عليها أما روسيا هي متواطئة ومتآمرة وهي في الأساس هي أساس هذه المشكلة وهي الذي قصفت المدنيين من السماء وهي الذي رمت هذه المتفجرات والصواريخ المحرمة دوليا على المدنيين وقامت بتهجيرهم وقامت بقتلهم وقد تقطيعهم إلى أشلاو وفرقت هذه الأسر والبيوت روسيا هي المتآمرة وهي في الأساس وجعلت الآن هذه الميليشيات حتى تتضرع فيها بأنها غير قادرة هي قادرة بالأساس لماذا هي تصطف مع ناس غير قادرين معقول أنه هسا العصابات المجوسية التي تقاتل من أجل تحرير سوريا حتى ما يزعمون لزينب والحسين وإلى آخره يقتل الأخضر واليابس يقتل الجميع ما فيه حدا بريء من إيديهم لكن روسيا هي ليست تحت سطوتهم هما ليسوا مسيطين على روسيا بل روسيا من تحركهم وهي التي تعطيهم الغطاء الجوي وهي التي دافع عنهم وهي التي استخدمت حق الفيتو للدفاع عنهم روسيا تريد أن تمكيج نفسها إعلاميا ولكن هي في الأساس هي المتورطة وهي السبب فيها ما يحدث الآن في حلب أعود إليك سيدة ديبة عليوي برأيك إيران وروسيا هل تعمدان مرة أخرى لاستخدام المدنيين كدروء بشرية أو كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية أو مكاسب أخرى وما طبيعة هذه المكاسب؟ الحقيقة العلاقة بين الروس والإيرانيين خاصة على الأرض السورية حقيقة هي علاقة التنافس غير شريف كل واحد منهم يريد أن يثبت بأنه يصحب الكلمة الفصل على الأرض السورية حقيقة روسيا هي من استطاع منذ أكثر من سبعة أشهر أن يحسم الموقف وأنه له الكلمة الفصل عسكرية وسياسية والحقيقة ليس فقط حق الفيتو بل أن توقف الطيران الروسي في كل مرة عندما يتوقف الطيران الروسي عن القصف كنا نلاحظ أن الفصائل المقاومة السورية كانت تجتاز كل خطوط الدفاعية للقوى الميليشيات الإيرانية وتجتازها وليس بالصعوبة الكبيرة يعني لكن الطيران الروسي كان هو الذي يحسم المعركة بالرغم أن الطيران لوحده لا يستطيع حسم المعركة إلا في الحالات الروسية التي كان يقصف فيها بالقنابل العنقودية التي تقتل القتل الجماعي وهي طبعا محرم دوليا وبالقنابل الفوسفورية وحتى في غاز الكلور كان له دور حاسب حقيقة ودور كبير لذلك أعتقد أن الروس والإيرانيين في حالة تنافس غير شريف الكلام الفصل هو للروس لكن الآن تريد إيران أن تنعطف منعطفا جديدا في ريف دمشق حاولت أن تفرغ دمشق من محيطها وغيرت تغيير ديمغرافي في أكثر من منطقة بدءا من الإخصير وحمص وريف دمشق الآن تحاول أن تقتل لم تعد تريد أن تغير ديمغرافيا تريد أن تقتل وترتكب مجازر لتنهي مشكلة حلب نهائيا تريد أن تستجلب ناس آخرين بدلا من الناس المتواجدين ولكن على أنقاض مدينة حلب بعد أن تقتلهم لم تعد تريد أن تغير ديمغرافيا تغيرا فقط ولذلك فشل الاتفاق لأنها تحاول أن تستجلب ناس من قرية الكفاريا والفوع المحاصرتين ليس فقط جرحة بل تحاول أن تغير ديمغرافيا حقيقة بعد أن تفعل التراجع في حلب شكرا لك سيد أديب علي ويبقى معنا وأتحول الآن إلى ضيفنا هنا في الستوديو وسيد عادل الحامدي مدير وكالة قدس براس في لندن مرحبا بك سيد الحامدي كان هناك تصريح للجنرال الرحيم صفوي مستشار خامنئي قال فيه بالحرف الواحد أنه بعد حلب يدرك الأمريكان أن جمهورية إيران الإسلامية هي من أبرز اللاعبين الأساسيين في جنوب غرب آسيا هل يعكس هذا سعي إيراني إلى ما أبعد من مجرد السيطرة على حلب بل هي ورقة للضغط أكثر لتحقيق مكاسب إقليمية ربما لا علاقة لها بالملف السوري أصلا طبعا أولا أشكرك وأشكر مجاهديك الكرام وأشكر للتلفزيون العربي على اهتمام بهذه المأساة الحقيقة المأساة الإنسانية في حلب والمأساة الإنسانية في سوريا وهذا العار الذي يلحق بالمجتمع الدولي في مرحلة تاريخية كنا نعتقد بأن هذا الزمن قد وله وانتهى وأننا أمام زمن آخر تحترم فيه حقوق الإنسان وأن السوريين مثلهم مثل البشر يحلمون بالحرية والعطاق من الاستبداد وأن ثورتهم التي انتلقت قبل خمسة عوام من الآن كانت ثورة فقط من أجل الحرية والانتقال الديموقراطي وأن المجتمع الدولي أيدهم في ذلك وقف إلى جانبهم لكنه خذلهم في هذه المعركة حقيقة ونحن نرى بأم عيون هذه الجرام التي ترتكب على مرأة ومسمع من العالم كله روسيا بإشراف روسي وربما بضوء أخضر أمريكي وبتنفيذ إيراني للأسف الشديد كانت إيران تعتبر واحدة من الدول التي كان يراهن عليها العالم الإسلامي فإذا بدأنا نحن الآن نتحول إلى عداء فيما بيننا وكأن إيران هي التي تخوض الحرب ضد سوريا إيران سيطرت على العراق عام 2003 عندما تم احتلاله وإيران سيطرت على لبنان وإيران سيطرت على سوريا وإيران أيضا هي الآن تقف حجر عثرة في الملف اليمني وتحول دون حل هذا الإشكال في الملف اليمني وربما تسعى إلى هي إلى أكثر من ذلك لا يمكن القول بأن الدور الذي تلعبه إيران هو فقط من أجل الوقوف إلى نظام بشار الأسد بل بالعكس هناك بعض الأنبات حدثت عن أن إيران يمكن أن تتخلى عن نظام بشار الأسد وأن كل هدفها من سوريا هي أن تضمن بقاءها في سوريا لقد كان قد قالها الإيرانيون سابقا بأنهم أصبحوا يسيطرون على العواصم العربية الأربعة وهي العراق بغداد ثم بيروت ثم دمشق وصنعاه والآن ربما بعد إنهاء باركتهم حلب وربما كما كان يقول ضيفك قبل قليل استبدال سكان حلب بسكاننا آخرين أنا لا أعتقد بأن ذلك يمكن أن يكون أمرا يسيرا في حلب عصية عن مثل هذه الكريمة هذا السيناريو على الأرض يبدو صعب التنفيذ صعب التنفيذ لكن هناك نقطة مهمة طبعا لابد الإعلامي والمحل السياسي أن يرى أيضا من بعيد نحن اليوم نطالع مثلا خبرا عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين يتنياهو سوف يزور دولتين إسلاميتين هما أذربيجان وكزخستان هذا الأسبوع أذربيجان 98% من سكانها مسلمون وأغلب سكان أذربيجان هم من الشيعة وهم من الشيعة المولين لإيران بمعنى أننا يمكن أن نلحظ أن هناك ضوءا أخضر بين إسرائيل وإيران أيضا للعبث بالدم السوري بهذه الصيغة وأن روسيا التي لا تخفي علاقتها بإسرائيل وحوارها المباشر مع إسرائيل بالشأن السوري كل ذلك يؤكد أننا أمام ربما مجدر متفق عليها بين مختلف العواصم الدولية وأنا لا أعتقد بأن العاصمة الأمريكية وواشنطن وإدارة الرئيس الأمريكي سواء المنتهي ولايته أو القادم ربما يجهل كل هذه التطورات ولا أعتقد بأن المجتمع الدولي الذي عقد جلسة لمجلس الأمن يوم أمس والجمعية العامة الأمم والتحدة التي عقدت جلسة يوم أمس يمكنها أن تتجاهل كل هذه التطورات على ذكر مجلس الأمن الدولي السيد ديمستور المبعوث الدولي إلى سوريا قال أنه لا يوجد أي دليل على ارتكاب نظام السوري لمجازر أو عمليات قتل ممنهجة في حلب كيف تفسر هذا الموقف؟ لا يمكن تفسير مثل هذا الموقف إلا باعتباره استمرار في ذات النهج القديم وهو نهج الأمم المتحدة والبعثة المنحاز لصالح استمرار أزمة الأزمة السورية أو الثورة السورية أو لعدم دعم الثورة السورية كان هناك خذلان واضح من المجتمع الدولي وحتى من بعثة الأمم المتحدة التي لاحظنا هذا الخذلان ليس فقط في سوريا وحدها لاحظناه أيضا في اليمن عندما تقدموا بمبادرة هي غير المبادرة الأممية نفسها وغير المبادرة الخارجية وغير حتى مخرجات الحوار الوطني اليمني أتوا بمبادرة جديدة حاولوا فيها فرض وجود الحوثيين أنظر أنت إلى قرار الأمريكي يوم أمس عندما أوقفوا بيع السلاح إلى المملكة العربية السعودية بحجة أن هناك جرائب يرتكبها التحالف العربي في صنعاء دعما للحوثيين بمعنى أننا أمام أن الأم المتحدة لم تعد وسيطا نزيها ونبعثاتها الأممية إلى الأزمات العربية تحديدا وفي سوريا تحديدا لم تعد وسيطا وزيها نزيها وإنما هي الطرف أساسي في هذه المؤامرة التي تستهدف تفتيت سوريا وتستهدف ضرب الثورة السورية وتستهدف إشاعة اليأس والإحباط بين الشباب العربي وعدم الأمل أصلا في أنه يمكن في يوم الأيام أن يكون العربي حق في اختيار حكامهم من دون اللجوء إلى القوة هذه مرحلة تاريخية غير مسبوقة وجرائم ترتكب بحق السوريين غير مسبوقة في التاريخ العربي والإنساني والدولي لا أقول منذ الحرب العالمية الثانية فقط وإنما على مر التاريخ لم يتم هذه المجازر لم نشهد مثيلا لها على الإطلاق والعالم وكله يراقب لا أحد يتكلم والعيب وأكثر من ذلك المهزلة والعار على الدول العربية التي حلب بعدما أبيدتهم سيجتمعون غدا لأي يوم الخميس بعد أن ينتهي الروس وينتهي الإيرانيون وينتهي بشار أسد سنعود إلى الموقف العربي لاحقا وأنتقل الآن إلى إسطنبول مع ضيف ناديب العليوي سيد عليوي الرئيس التركي رجل طيب بردوغان صرح بأنه يجب الرد على الهجوم الذي تتعرض له حلب ما طبيعة الذي تتعرض له حلب على يد جماعات إرهابية كما وصفها ما طبيعة الرد التركي وماذا يمكن أن تقوم به أنقرة وهي غير قادرة حتى الآن على ضمان وصول مساعدات إنسانية أو فك الحسار عن المحاصرين في حلب الشرقية لا حقيقة تركيا تستطيع أن تفعل الكثير والكثير جدا بسبب أن تركيا هي كثير من خيوط اللعبة في يدها بمعنى آخر هي تستطيع أن تجمع خلال يوم أو يومين أغلب الفصائل الفاعلة في محيط حلب الخارج هل تعلم أن في محيط حلب الخارج هناك أكثر من 30 إلى 40 ألف مقاتل متواجدين في محيط حلب صح أنهم قصر ولكن أعتقد أن روسيا إذا أرادت أن تجمعهم ويعني تقدم لهم بعض النواقص والحاجيات المطلوبة لديهم عسكريا أعتقد أنهم يحسمون حتى المعركة براء من التدخل الروسي ولكن هناك تجاذبات دولية هي التي جعلت تركيا تعود خطوة إلى الوراء تحاول أن تحافظ على أمنها الإقليمي ولكن إذا أرادت تركيا الآن أن تتدخل أعتقد أن المعركة ستنقلب رأسا على عاقب نحن ما جعل حلب محاصر بهذا الشكل هو عدم دعم الكثير من الفصائل المتواجدة في خارج مدينة حلب وإلا لو كان هناك ضوءا أخضر ودعما متوفرة لا أعتقد أن الميليشيات الإيرانية قادرة على أن تفعل ما تفعله الآن ولذلك نحن قلنا أن العار على المجتمع على أول شيء ما يعتبر نفسه أصدقاء سوريا العار على المجتمع الدولي الذي سقطت ورقة التوت عن الإنسانية المتواجدة في هذا العالم حقيقة وعن منظمة حقوق الإنسان يعني روسيا استطعت أن تعطل منظمة حقوق الإنسان والأمم المتحدة وغيرها ولذلك أنا أقول تركيا لها دور وتستطيع أن تقوم به ولكن تجاذبات الدولية تمنعها في بعض الأحيان فإذا ما عزم الرئيس أرزوغاني اليوم على تغيير الموقف سيكون هناك كلاما آخر شكرا لك سيد أديب عليوي من الريحة ليبقى معنا وهذه النشرة متواصلة مشاهدين لتغطية آخر تطورات الوضع في حلب دعت وزارة الخارجية الكويتية إلى عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري كما تمت دعوة منظمة التعاون الإسلامي إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزري لبحث الأزمة السورية في ظل تطورات المأساوية في مدينة حلب وفقا لمسؤول في الوزارة وأوضحت الوزارة أن الكويت تتابع بقلق وألم بالغين تطورات الأوضاع المأساوية التي يعيشها المدنيون في مدينة حلب ودعت المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته التاريخية في وقف نازيف الدم وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدينة وشارك العشرات من الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة في وقفة احتجاجية تضامنا مع سكان مدينة حلب السورية ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمتها مؤسسات أهلية أمام مقر لجنة الدولية للصريب الأحمر بمدينة غزة رفعوا لافتات كتب عليها عبارات تندد بالهجمات التي تتعرض لها المدينة يذكر أن عدد القتل المدنيين في حلب جراء الهجمات العنيفة التي يشنها النظام السوري على الأحياء الشرقية في المدينة بلغ منذ منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي أكثر من ألف ومائة مدني بحسب جهاز الدفاع المدني في حلب وقال رئيس مجلسي الشورى الإيراني علي لاريجاني أن تقدم قوات النظام السوري والميليشيات المتحالفة معها أجبر الغربة ومن وصفهم بالإرهابيين على التراجع المستمر كما أكد لاريجاني بأن هذه هي الطريقة التي ستتم بها استعادة حلب والموصل من بعدها انتصارات أبنائنا الشجعان في المنطقة أجبرت الغرب والإرهابيين المرتزقة على التراجع المستمر بمثل هذه الطريقة سيتم إزاحة الإرهابيين من حلب المدينة السورية الهامة وإن شاء الله سيتم تحرير الموصل قريبا من جهتي أكد أمينو المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن أمام من وصفهم بالإرهابيين وأنصارهم والغرب إما خيار تفاوض مع دمشق أو عدم تعلم الدرس من هذا الفشل على حد تعبيره أمام الإرهابيين وأنصارهم الإقليميين والغرب خيارين فقط خيارهم الأول هو أن يذهبوا إلى أبواب المفاوضات المفتوحة في دمشق وحتى من خلال المحادثات للتوصل إلى حل معقول خيارهم الثاني هو عدم تعلم الدرس من هذا الفشل تسليح الإرهابيين من جديد الدعم السياسي تزويدهم بأسلحة حديثة ومهاجمة حلب مرة أخرى الخيار الأول هو المنطقي والصحيح والخيار الثاني ليس له نتيجة سوى قبول الفشل مرة أخرى ومعنا من اسطنبول مرسلنا عدنان الظاهر كما يضم إلينا أيضا من غازي عنتاب عند الحدود التركية السورية مرسلنا أحمد غنام أبدأ معك أحمد حول حضوظ أو إمكانية توجيه أي مساعدات للمحاصرين في حلب خصوصا أن السلطات التركية أعلنت أنها ستقوم بتوجيه مساعدات عاجلة للمحاصرين هناك نعم جمال في الحقيقة أن اليوم القافلة الإنسانية التي تحمل عنوان افتح الطريق لحلب التي نظمت هذه الحملة أو قامت بهذه الحملة الهيئة الإغاثية للإنسانية التركية هي التي اليوم تتوجه عبر قافلة من المساعدات الإنسانية من مدينة إسطنبول باتجاه الحدود التركية من المفترض أن تصل بعد يوم غد إلى معبر باب الهوى حيث سيتم نقل المساعدات الإنسانية عبر هذه الحدود التركية السورية باتجاه المناطق المحاصرة من مدينة حلب وهذه الهيئة الإغاثية الإنسانية التركية هذه المؤسسة الوحيدة التي تعمل في قطع الدعم الإغاثي الإنساني التي مسموح لها الدخول إلى الأحياء المحاصرة داخل حلب فربما هذه المساعدات الإنسانية التي اليوم تجمع من كافة المدن التركية واحد وثمانين ولاية تركيا يتم جمع هذه المساعدات الإنسانية لنقلها إلى هؤلاء الذين قد من المفترض أن يتم تأمين لهم مخرج آمن من الأحياء المحاصرة داخل مدينة حلب في الأحياء الشرقية أيضا هنا الجالية السورية أو اللاجئين السوريين مقيمين في مدينة غازي عنتاب حاولوا تنظيم عدة تظاهرات للاحتجاج وتعديل عن ضبط الشعري نعم فيما يتعلق بإيصال المساعدات هل هذه المساعدات ستصل إلى المحاصرين في الأحياء في حلب الشرقية أم أنه سيتم توجيه إلى المناطق التي ربما قد يصل إليها سكان حلب بعد خروجهم من هذه المناطق أنت تعلم أن السلطات السورية النظام السوري وحليفيا الروسي منعوا سابقا وصول أي مساعدات إغاثية للمحاصرين في حلب جمال في الحقيقة كل الأخبار التي تصلنا من خلال الناشطين ومن خلال العاملين في مؤسسات المجتمع المدني والعاملين في المنظمات الإغاثية حتى الآن غير مؤكدة على وجه كامل فهذه المساعدات ستدخل إلى داخل الأراضي السورية هيئة الإغاثة الإنسانيائها كانت قد أعلنت بالتعاون مع الهلال الأحمر التركية عن عزمها إنشاء مخيمات لاستقبال هؤلاء النازحين الذين يقيمون داخل الأحياء الشرقية فيما إذا تم ترحيلهم أو إخراجهم من هذه الأحياء باتجاه ريف إدلب أو ريف حلب الغربي سيتم هناك إنشاء مخيم يتسع لقرابة 60 إلى 70 ألف مدني ربما هذه المساعدات الإنسانية سيتم توجيهه إلى هذه المراكز الإيواء التي ستستقبل المدنيين وتستقبل الجرحى الذين سيخرجون من أحياء الشرقية لمدينة حلب لكن فيما تم فشل هذا الاتفاق ولم يخرج المدنيون من هذه الأحياء الشرقية المحاصرة التي يسيطر عليها اليوم قوات المعارضة والتي تواجه اليوم قصف عنيف بعد خرق هذا الاتفاق هل يمكن إدخال هذه المساعدات إلى داخل هذه الأحياء حتى الآن الاتوار غير مؤكدة ولم يؤكد لنا أحد من الناشطين لكن دعني أشير جمال في عجالة إلى أننا تواصلنا مع بعض الناشطين داخل أحياء المحاصرة وأكدوا لنا أن القصف الذي اخترق اليوم هذا الوقف أو هذا الاتفاق بين الروس وبين المعارضة برعاية تركية قد تسبب بمقتل قرابة عشرين شخص وإصابة ما يزيد عن خمسين آخرين في هذا القصف وأن الجثث مرمية في الشوارع لا يوجد من يحملها أو يدفنها حتى أن في بعض الأماكن أو الأنقاض تخرج رائحة تعفن هذه الجثث بسبب عدم وجود ناس أو وجود أدوات ابقى معنا أحمد وأتحول الآن إلى إسطنبول مع مرسلنا عدنان الظاهر عدنان كان هناك خطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تطورات الوضع في حلب ما أهم ما جاء في هذا الخطاب جمال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعتبر أن ما يجري في مناطق حلب الشرقية هو بمثابة مجزرة بحق الإنسانية وقال أن جثث الأطفال الموجودة تحت الأنقاض تشير إلى عجز المجتمع الدولي حيال فتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين المحاصرين في مناطق وأحياء حلب الشرقية الرئيس التركي أيضا أكد أنه سيتواصل اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمواصلة محادثات بلاده مع الجانب الروسي ربما لإيجاد تسوية وحل تساعد على إخراج المدنيين المحاصرين في أحياء حلب الشرقية لكن حتى هذه اللحظة المحادثات والمواحثات بين الجانب التركي والروسي ما زالت مستمرة اليوم هناك محادثات على مستوى ممثلين من وزارة الخارجية التركية مع نظرائهم الروس لإيجاد تسوية لإنهاء الأزمة الإنسانية الحاصلة في حلب وزير الخارجية التركي جمال كان قد اتهم النظام السوري والميليشيات الداعمة له بعرقلة خروج المدنيين المحاصرين في أحياء حلب الشرقية واتهم النظام السوري وبعض الميليشيات الداعمة له بعرقلة أي جهود تم التوصل إليها يوم أمس بين الأتراك ونظرائهم الروس شعبيا جمال هناك موجة غضب عارمة في الشارع التركي حيال ما يجري في مدينة حلب منذ يومين وحتى صباح هذا اليوم خرجت العديد من المظاهرات المنددة بالتدخل الروسي والإيراني في سوريا صباح هذا اليوم الآلاف من الأتراك نظموا وقفة احتجاجية بالتزامن مع انطلاق قافلة المساعدات إلى الحدود السورية التركية رددوا خلالها الشعارات في الحقيقة أدانت بشكل واضح المجازر التي ترتكبها الميليشيات المساندة للنظام السوري وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لتأمين هذه الممرات الآمنة التي تساهم في إخراج المدنيين العالقين في أحياء حلب المحاصرة نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشك قال أن بلاده تستعد الآن لتقديم المساعدة لحوالي 80 ألف لاجئ سوري قد ينزحون من المناطق المحاصرة باتجاه ريف إدلب وريف حلب الغربي هناك الآن استعدادات من قبل الهلال الأحمر التركي وأيضا هيئة الإغاثة الإنسانية التركية لإدخال المساعدات إلى داخل الأراضي السورية تحسبا واستعدادا لموجات النزوح القادمة من أحياء حلب المحاصرة في حال تم التوصل إلى اتفاق يقضي من خلاله خروج المدنيين العالقين هنا شكرا لك مراسلنا عدنان الظاهر كنت معنا من إسطنبول وشكرا أيضا لمراسلنا أحمد غنام من غازي أنتاب وتحول الآن إلى ضيفنا من العاصمة الأردنية عمان الباحث الأكاديمي هشام عياصرة مرحبا بك مجددا فرنسا عبرت عن رغبتها في توفير مراقبين دوليين لتأمين خروج المدنيين من حلب برأيك ما واقعية تنفيذ هكذا مطالب خصوصا وأن الروس يرفضون أي محاولة ربما للتدخل بشأن أو بشكل أو بآخر فيما يحدث الآن في حلب وهم يسيطرون تقريبا على كل أوراق الملف هناك أرى بأن التدخل الفرنسي وتدخل بطيء وهو عبارة عن رفع اللوم عنه أنه هو اشتغل وحاول أن يسعف ما بوسعه أن يسعفه في حلب لكنه غير قادر على فرض رأيه وإجبار إدخال هؤلاء المراقبين على الممرات الآمنة حتى يشهدوا بواقع الحال كمبعوثين أمميين أمام العالم كمندوبين عن العالم إلى هذه الممرات الآمنة بأنها سليمة وتحمي المدنيين وتحمي المقاتلين وتحمي النساء والأطفال والشيوخ من بطش هذه هؤلاء المنظمات لماذا روسيا ترفض إرسال هؤلاء الممرات أو المراقبين الدوليين وبنفس الوقت تشير بأنها للميليشيات الشيعية الإيرانية أنها من عرقلت هذا الاتفاق فهي لا هي موافقة على المندوبين الأمميين أو الفرنسيين ولا هي قادرة على الإيراني أرى أن الروس تتحجج وهي متزمتة في قرارها وتريد البطش أكثر في الشعب السوري والعصابات الإيرانية أيضا تريد البطش أكثر وهي تلعب على الأرض الواقع في الميدان وأن فرنسا ترفع اللوم عنها كما هي الأنظمة العربية بعدم قدرتها على فرض رأيها في الساحة وليس لديها أي أوراق ضغط في الساحة السورية أو في ساحة حلب ما يحدث وفشل ذريع أصلا إعلاميا على مستوى الإعلام وليس على مستوى المراقبين ابقى معنا سيد هشام عياصرة وتحول إلى الريحانية مع ضيفنا أديب عليوي كنت تستمع إلى سيد هشام عياصرة من عمان ما البدائل إذن في ظل عدم وجود أو إمكانية إرسال مراقبين دوليين ما البدائل ما هي الخيارات المطروحة الآن لوقف نزيف الدم القائم الآن في حلب يا سيد الكريم ماذا يعني أن تصر الأمم المتحدة على أن لا تكون هي الوسيط في هذا حتى الاتفاق الذي كاد أن يحصل في الليلة الماضية لم تكن هي الراعية لهذا الاتفاق حقيقة ولم تكن هي موجودة أنا قلت منذ قليل أن الروسيا استطاعت أن تعطل منظومة الأنظمة والقوانين الأمم المتحدة استطاعت أن تعطل منظومة حتى القيم الأخلاقية العالمية سقطت ووصلت في الحضير فرنسا الحقيقة تحاول أن تفعل شيء لكن هي لا تستطيع أنا أريد أن أسأل سؤال ماذا يعني الفيتو الصيني مع الفيتو الروسي إذا كان الفيتو الروسي يكفي فلماذا روسيا أو الصين أيضا تصوت بحق الفيتو ترفع حق الفيتو أيضا في الأمم المتحدة في المرة الماضية هذا دليل على أن روسيا تحاول أن تقسم العالم حقيقة يعني العالم ينقسم الآن كما نشاهد هناك دول متحالفة مع روسيا مثل الصين وغيرها وهناك دول غير قادرة على الحركة مثل الحقيقة أوروبا وهناك الولايات المتحدة الأمريكية المتباطئة والمتآمرة يعني لا مانع لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط روسيا حتى على أوروبا يعني حقيقة المجتمع الدولي حاليا كله في مجموعة متناقضات لكن أنا أرى في النهاية المشروع على الأرض السورية هو لم يبدأ في الفلوجة ولن ينتهي في زبداني هي مشروع صيوني الصفوي الفارسي بامتياز هي تغيير ديمغرافي للمنطقة يعني أعتقد الآن استطاعت إيران أن تستقدم روسيا وغيرها وأوروبا حتى بإقناعيا بأن داعش هم السنة والسنة هم داعش استطاعوا داعشنة السنة على المستوى العربي حتى أقول ولذلك أنا أعتقد أن الموضوع لن ينتهي في سوريا وسيأكل دولا عربية أخرى قادمة المشروع ضخم جدا صهيوني صفوي بامتياز بلا أدنى شك وفارسي هو سيأكل الأخضر واليابس إذا ما تدحلت كرة الثلج في السنوات القادمة ولذلك على دول العربية أن تأخذ حذرها اليوم نحن أصبحنا دواعش للأسف الشديد لأشخاصا ومجموعاتا ودولا شكرا لك الخبير العسكري أديب العليوي كنت معنا من الريحانية وأعود إلى ضيفنا عادل الحامدي هنا في الأستوديو السيد أديب العليوي يقول أن المخطط أكبر من مجرد حلب وأن الدول العربية يجب أن تنتبه جيدا لما يحدث برأيك لماذا غياب هذا الدول العربي؟ أين المنظمات الإنسانية؟ أين المنظمات الإسلامية؟ أين هذا الدور العربي؟ إذا ما يحدث في حلب من مجازه؟ داني فقط أشير إلى نقطتين مهمتين النقطة الأولى متصلة بالدور التركي هناك محاولة لاستفزاز تركيا أو محاولة لإدخال تركيا في المواجهة وتحبيلها مسؤولية أكبر مما تثيق وهناك نوع من التآمل على تركيا لجرها إلى المعركة السورية والحرب المباشرة عبر إدخالها كطرف أساسي لاحظ أن رعاية تركيا الاتفاق الذي حصل بالأمس بين المعارضة السورية والنظام السوري فيما يتصل بعملية إخراج المدنيين وحتى الفصال من شرقية حلب كانت برعاية تركيا ومن برعاية الأمم المتحدة وهذه هي جزء من محاولة إقحام تركيا وقد فشلت اليوم بسبب ماذا؟ بسبب أن الميليشيات الموالية لإيران طلبت التالي الخلاف كان تأجيل تنفيذ ما تم التوصل إليه البارحة كان بطلب من الميليشيات تقول بأنهم يريدون الجنسيات العربية الموجودة ضمن صفوف المقاتلين أن يتم إلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم من أجهزة الأمن السورية لمعرفة مزيد من المعلومات حول الدول العربية المتورطة في الحرب السورية وفي الحرب التي حصلت في حلب بمعنى أن الأمر لا يتصل بمعركة حلب فقط وإنما يتصل بمعركة ما بعد حلب أي المرحلة المقبلة النقطة الثالثة والمتصلة بالدول العربية أنا أعتقد بأن هناك جزء من الدول العربية التي بدأت الآن في إيجاد بعض القوانين والمخارج للتعامل مع العائدين بين قوسين أو التائبين بين قوسين الذين سيعودون من سوريا وكانوا مشاركين في القتال بعض هذه الدول هي دولة الربيع العربي الأولى تونس الرئيس الباجي قائد السبسي قال بأن بلاده لا يبنى أو لا توجد قوانين لربما إلغاء الجزء هذا ملف آخر هذا ملف آخر لماذا لا يقومون بأي دور لمساعدة أهل حلب لماذا إيران تقوم بدور كبير ومحوري فيما يحدث لماذا روسيا تقدم كل هذا الدعم وفي المقابل الطرف الآخر المعارضة والمقاتلين والمدنيين هم بلا نصير حتى الآن لأن هذا يعني عمليا أن هناك مؤامرة دولية مشترك فيها الجميع كل يؤدي دوره حسب المطلوب منه غربيا الأمريكيون صمتوا على ما يجري في حلب وما يقوم به الروسيون وأوعز للأم المتحدة حتى قال مبعوثها بأنه لا توجد جثث بل قاتل في الشوارع ولا تجد من يدفنها حتى أن مراسلكم قبل قليل تحدث عن الرواح العفنة للجثث التي تساقطت بجراء هذا القصف الروسي المستمر على مدينة حلب وعلى المدنيين وأنت تحلم أن القصف الذي تجدد اليوم تجدد أيضا من طرف القوات الروسية والموالين لها من الميليشيات الشيعية وأن عرقلة تنفيذ اتفاق الذي تم التواصل إليه البارحة لم يتم من الفصال المسلحة وإنما تم من القوات الروسية عفوا من القوات النظام السوري والموالين لها وبالتالي فنعتقد أنه هناك جزء كامل يعني مؤامرة وخطة متكاملة لإسقاط حلب وأنه مثل ما سقطت بغداد ومثل ما سقطت صنعاء ومثل ما سقطت بنغازي الآن بيد ميليشيات عسكرية يقودها حفتر وتدعمها روسيا والنظام المصري وغير ذلك الآن تسقط حلب بدعم للأسف الشديد إقليمي ودولي وتغطية إقليمية ودولية وأن هذه الأدوات التنفيذية هي الميليشيات الشيعية سواء الإيرانية أو حزب الله أو الميليشيات الروسية التي تقصف عبر الجو التي تعطي الغطاء السياسي في الأمم المتحدة حتى أن مبعوث سوريا عفوا في الأمم المتحدة لم يخجل عندما تحدث ودافع عن روسيا وهي تقتل شعب سوريا في حلب وأن هذا الشعب ليس من سوريا وليس الجزء من سوريا شكرا لك سيد عدل الحمدي بقمعنا وأعود الآن إلى ضيفنا في عمانة سيد هشام عياصر سيد هشام الآن اجتماعات متواصلة في بروكسل للاتحاد الأوروبي من أجل الخروج ربما بموقف حول ما يحدث اليوم في حلب ولكن لماذا فشل الاتحاد الأوروبي الآن وفشل كل المجتمع الدولي في الضغط على روسيا في فرض أي عقوبات تقلل من معاناة المدنيين وترغم الروس على الأقل على القبول بهذه الهدنة وعلى مساعدة المدنيين وتأمين خروجهم من حلب المجتمع الدولي هو متآمر وشريك فيما يحدث إما بشكل مباشر مثل روسيا والصين وغيره أو بطريقة غير مباشرة في صمتها وتأخرها وأغلب المحادثات والاجتماعات التي تحدث هذه هي جاءت متأخرة وأن تأتي متأخر خيرا من أن لا تأتي ولكن لا يوجد لديك أوراق ضغط وقوة وقدرة على تنفيذ ما لديك من وقوف إنساني أو موقف سياسي تجاه المدنيين والمشردين والقتلى والجرحى والمأسورين في حلب وقبل الموقف الدولي والاتحاد الأوروبي كما تتكلم ضيفك العزيز عن الموقف العربي موقف متشابه ولكن ما لديهم هو الهزالة في الموقف فنحن كشعوب عربية لا نعول على هذه الأنظمة سواء كانت الأوروبية أو العربية وإن كان تعويلنا أكثر على الأوروبية لو أوراقها الضغط وقدرتها على الضغط على روسيا لكن الإشكالية هنا التجاذبات السياسية في أوروبا جاءت متأخرة والموقف الأمريكي المتباطئ جعل في تلعثم في الموقف الأوروبي وعدم القدرة على اتخاذ القرار أو الدعم المباشر للمقاتلين أو المدنيين وإن كان دعم إنساني أو دعم سلاح أو دعم في الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي هزيل بدون أمريكا والنقطة الثانية أن الاتحاد الأوروبي منقسم في ذاته على المعارضة السورية لا يوجد هناك دعم حقيقي وأيضا منقسم على تأخر خسارة لروسيا بقابل دعمها للإنساني للمدنيين والمشردين فلا يوجد هناك دعم إنساني من قبل وليست أحداث حلب هي البداية ولكن هذه في محطات متأخرة هناك كثير من الأحداث حدثت عرّت المجتمع الأوروبي والمجتمع العربي والأمم المتحدة وكشفت سؤتها وعدم سؤنيتها وسؤنيتها الذي أسببت في قتل وتشريد والسكوت عن ما يحدث في حلب هنا عن تواطئ وسؤنية لكن ربما هو العاجز ربما هذه الاتحاد الأوروبي أو غيره من المنظمات الدولية هي للأسف عاجزة عن القيام بأي دور فعال في الأزمة السورية الآن وليست يعني تواطئ كما تحضر نعم هو عاجز واضح وهذا لأنهم جاءوا متأخرين هم جاءوا بعد ما جاء الحصار وجاء القتل والتشريد واصبحنا نتحدث عن ممرات آمنة يعني الآن كيف بدون يعالجوا العشرات الألاف اللي ماتوا تحت البراميل المتفجرة وغيره هم موقفهم متأخر وجاءوا في نهاية مشوار حلب وإن كانت مشوار حلب وليس مشوار نهاية الثورة السورية كما أشار القادة العسكريين والسياسيين والمدنيين بأننا مستمرون حتى إسقاط هذا النظام الغاشم ولكن مجيءهم المتأخر إلى الساحة السورية هو الذي أفقد لهم هيبتهم وموقفهم وأوراق الضغط ما بيديهم وتآمروا على كثير من المواقف الداعم للثورة السورية مثل الموقف التركي أو بعض المواقف العربي وتم إفشالها وإجهاضها من الأساس فلا يوجد هناك داعمين حقيقيين للشعب السوري سوى الشعوب العربي وأحرار هذه الشعوب أنت تقول أن هذا الموقف جاء متأخرا هذا الموقف الدولي والمجتمع الدولي والأوروبي جاء متأخرا ما أسباب ذلك برأيك ألا تتحمل المعارضة هنا أي مسؤولية في هذا الموقف في هذا التأخير لماذا لم تقم المعارضة بدور فعال يجعلها تقنع كل المنظمات الدولية أو المجتمع الدولي بالتدخل في سوريا والحد من معاناة السوريين الخطاب سياسي المعارض السوري أو خطاب الثورة السياسي هو خطاب دخل في العديد من التعارضات أو التناقضات بسبب تدخل بعض الدول التي أرادت أن تجعل سيطرتها على هذا الموقف السياسي وأن هناك الشروط المسبقة التي كانت تضعها إيران وروسيا للتفاوض مع هؤلاء القادة السياسيين للثورة جعل هناك العديد من المشكلات التي حدثتها سواء في تجمع السوري أو الإتلاف أو غيره فالخطاب السياسي والخطاب الإعلامي أنه منهج للثورة السورية دخل في الكثير من التلعثم ولكن هذا ليس في الأساس ولكن هو سبب رئيسي في عدم استقطاب دول العالم أو بعض الحكومات المؤثرة في العالم لدعم للثورة السورية وغير ذلك العمل الميدان العسكري في سوريا هو ليس بيد بعض من القادة السياسيين حتى يتكلم من يمثلهم ولكن بعدما حدثت توافقات على رياض حجاب أو من قبله على رياض الأسعد أو من قبله على الخطيب وغيره لم يصدقه العالم في الحديث يعني عندما أجمع السوريون على من يمثلهم لم يصدقه العالم وحاولت أمريكا متردد ومتلعثمة والشروط المسبقة لروسيا وإيران وأوروبا غايبة عن بناء مشروع حقيقي وحتى عن استقبال اللاجئين يبقى معنا سيد هشام عياصر من عمان وأعود إلى ضيفنا في الستوديو سيد عادل الحمدي وبنفس الفكرة أعود إليك لماذا ما دور المعارضة ما مسؤولية المعارضة في كل ما يحدث هي مشتتة على المستوى السياسي العديد من الهيئات والهيئات في المعارضة وأيضا على الأرض المعارضة القوات المعارضة مشتتة أيضا على الأرض ألا تتحمل مسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع اليوم في حلب؟ نحن الآن نتحدث عن كارثة إنسانية ومن الصعب وربما من غير المعقول ومن غير المقبول ومن غير المبرر أن تأتي إلى الجريح الثكلة الإنسان الذي يموت تحت الأنقاذ وأن تقوله بأنك أجرمت بحق نفسك عندما ألقيت بنفسك في مواجهة عندما نتحدث مثلا عن الاتلاف السوري للمعارضة الموجود مقره الرئيسي في إسطنبول فهو يحاول قدر الإمكاني عبر التواصل مع القيادات الغربية وإيضا القيادات النافذة أن يمثل أو أن يصل إلى حل ما إلى حل سياسي ما كان البارحة رياضة حجاب كان في العاصمة الفرنسية في باريس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولند وكان قد تحصل على موقف داعم للثورة السورية والحل السياسي والانتقال الديمقراطي في سوريا هو موقف داعم ولكنه سلبي حتى الآن هم غير قادرون على فعل سلبي إلى حد الآن لماذا؟ سأقول لك لماذا؟ سلبي إلى حد الآن لأن الدول العربية التي يجب أن تقف إلى جانب الشعب السوري هي دول منقسمة نحن مثلا لا نراهن على اجتماع الجامعة العربية غدا الذي سوف يعقد في القاهرة فالقاهرة هي أحد الداعمين الرئيسيين لنظام بشار الأسد وربما بعض التقارير تتحدث عن وجود حتى خبراء عسكريين مصريين وربما بعض المناهج المصرية التي تم استخدامها في المعركة ضد الثوار السوري في حلب المقاهرة تعتبر بأن الثورة السورية هي مؤامرة وهي إرهاب ولذلك لا بد من مكافحتها وكيف يمكن لهذه العاصمة أن تحتضن وتستضيف هذه القمة بينما إعلامها يشن حملة شعواء على قطر ويعتبر بأن دوة قطر هي المحرضة الأساسي للإرهاب لأنها دعمت الموقف الثوري السوري أو وقفت لجلب الثورة السورية وطالبت بإنهاء قصف حلب هذا الموقف أصبح أو دفع بالمسؤولين والإعلاميين المصريين الاتهام دوة قطر بأنها تشجع وتحرض على الإرهاب كيف يمكن الوثوق بهذه الاجتماع غدا بينما الجزائر قبل يومين افتتحت أسبوعها الثقافي في العاصمة الإيرانية في طهران لتعرض أبداعاتها الجزائرية في طهران بينما طهران تقتل السوريين في حلب السوريون الذين احتضنوا الثورة الجزائرية واحتضنوا رفاة الأمير عبد القادر الجزائري عندما لفظته الجزائر يوم كانت تحت الاحتلال الفرنسي اليوم الجزائريون يقفون لجلب النظام السوري هذا يؤكد مرة أخرى أن النظام السوري نجح فيما فشلت فيه المعارضة نجح في كسب تأييد عربي ودولي لما يسميه لقضيته كما يراها وفشلت المعارضة في ذلك لا يمكن أن نقول بأن النظام السوري فنجح لأنه إذا أخذت الآن بالمعنى السياسي وأخذت طبيعة التحالفات الموجودة يمكنك الآن أن تنظر كالتالي أن النظام السوري يصطف أحد الأدوات ضمن التحالف الذي تقوده روسيا ومن بين أعضائه دوليا إيران وأيضا النظام العراقي الطائفي في العراق وأيضا الأنظمة الاستبدادية كما هو الحال في الجزائر هل يمكن القول أن هذا التحالف والعراق وحزب الله والنظام السوري وإيران وروسيا يمثلون المجتمع الدولي أو يمثلون الورق الأقوى التي يمكن الرهان عليه لا أحد يقول ذلك حتى الأنظمة الغربية نفسها هنا في بريطانيا مثلا المملكة المتحدة ووزير خارجاتها يعتبر بأن الوقوف إلى جانب إيران هو عبارة أيضا غير منطقي وبريطانيا تعتبر بأن الثورة السورية هي ثورة حقيقية وهذا مطالب الحرية هي مطالب حقيقية ويمكن الدفاع عنها ويمكن تأييدها لكن لماذا هذا الموقف المتخاذب هذا الموقف الضعيف الأوروبي الضعيف يمكن فهمه في سياق كما قلت لك اليوم واشنطف بوست كتبت تقريرا مهما وهو غاية في الأهمية تقول بأن العالم ربما دخل مرحلة ثالثة في مرحلة التطويع أو الإخضاع الذي يمكن أن تمارسه الدول الغربية وربما تكون سوريا بموقعها الاستراتيجي باعتبارها تقع على موقع يربط القارات الثلاث الأسيوية والأفريقية والأوروبية ربما تكون هي مدخل إخضاع المنطقة العربية والإسلامية وربما تكون إجهاز الطول السورية هو مدخل أيضا لإجهاز الحلم العربي بإمكانية التأسيس لنموذج ديمقراطية حقيقية في الدول العربية شكرا لك إبقى معنا ونعود إلى ضيفنا في عمان سيد هشام مع ياسرة برأيك كيف ستكون استراتيجية المعارضة الآن بعد سيطرة النظام على حلب بعجلة لو سمحت راح تراهن أكثر المعارضة خاصة السياسيين على هذا التضامن الشعبي من كل الشعوب العربية تجاه الثورة السورية وعلى التضامن الشعبي الذي الآن يتصاعد صوته في أوروبا وفي أمريكا وخاصة بعد هذا الإعلام والتغطيات المباشرة للثورة السورية وليدعمها راح تراهن أكثر على شراء موقف واضح من ما يحدث في اجتماعات في أوروبا واجتماعات في الأمم المتحدة والإجامعة الدول العربية لكن هناك تشرذ مواضح في المجتمع العربي وغير مساعد ومساند للشعب السوري وخاصة سياسيا أو لإيجاد الحل وما يحدث هو تآمر بالصمت وتآمر بالسكوت والتعامل من تحت الطاولة مع إيران وإلا مع روسيا هذا تآمر واضح وهو يعتبر قاتل للشعب السوري والشعب السوري لن ينسى ما يحدث أما موضوع كيف الأساليب والأدوات التي تستخدمها المعارضة السياسية أرى أنها ستتجمع وهذه الضربات هي من توحد هذه الجبهات إلى جبهة واحدة وأن تجعل من هذه الجبهة تمتلك رؤية أفضل وحقيقية وهذا ما شفناه من اجتماعات لبعض المعارضة السياسية سواء كانت في تركيا أو في الخليج أو في أوروبا بدأت الحديث عن التصالح مع بعضها البعض وأن تخرج مشروع سياسي حقيقي لاستبداله بهذا النظام الاستبدادي كمشروع دموقراطي حقيقي ينظر إلى سوريا سوريا الموحدة وسوريا الديمقراطية التي تمثل كل فئات مكونات شعبها وأن تبعد عن نفس هذا الاحتلال وهذا الهجوم الشرقي والغربي والتآمر على شعبها وهناك أدوات على أرض الواقع شكرا لك الباحث الأكاديمي هشام عياصر ومعذر عن المقاطعة شكر أيضا موصول لضيفنا هنا عادلة الحامدي مدير وكالة قدس براس هنا في لندن ومشاهدين هذه التغطية متواصلة معكم لآخر تطورات الأوضاع في حلب في نشراتنا الأخبارية اللاحقة ترجمة نانسي قنقر